في اجتماع هو الثاني من نوعه بعد خطاب الملك محمد السادس في العشرين من غشة الماضي ترأس وزير شؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اللجنة التقنية المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اللقاء كان فرصة لعرض مقترحاتي وتوصياتي ومشاريع قرارات اللجان الموضوعاتية الخمس التابعة لللجنة التقنية في إطار تفعيل مضامين التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي تنظن أنه خمس مجموعات شغلت وخداس بعيد الاعتبار المقترحات التي وصلتها من مقترف القطاعات هناك تعبئة عامة لكل وزارات وكل القطاعات لتفعيل التعليمات السامية للخطاب الملكي وتنظن أنه ستكون قفزة نوعية بعد هذه المرحلة إن شاء الله وقد أتاح اللقاء للجان الخمس تقديم المقترحات الأولية ووضع جدولة للاشتغال حيث ستتم صياغة كل المقترحات بشكل نهائي ما تم يناير الجاري اللقاء أيضا هو مناسبة لتقديم حصيلة عمل اللجان الموضوعاتية والتي اشتغلت لمدة شهرين منذ الاجتماع الأول لهذه اللجنة التقنية وكذا مناقشت العديد من المقترحات التي جاءت على مستوى كل لجنة والاجتماع الثاني للجنة التقنية المنبتقة عن الجنة الوزرية المكلفة بشؤون المغاربة المقيمة بالخارج يعني الاجتماع الثاني منذ خطاب صاحب الجلال اللجا بطاريخ 20 غشت وبعد الجنة الوزرية للأساسية رئيس الحكومة بتاريخ 30 غشت فاليوم كانت مناسبة لتقديم حصيلة عمل اللجان الموضوعاتية التي اشتغلت لمدة شهرين منذ الاجتماع الأول لهذه اللجنة التقنية بطاريخ 14 غنبير فكانت هناك نقاش هام حول العديد من المقترحات التي جاءت على مستوى كل لجنة وتهم هذه اللجان الموضوعاتية مجالات تشجيع استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب وتعبئة الكفاءات منهم للانخراط والمساهمة في الأوراش التنموية بالمغرب وتأطير الثقافي والهوياتي وكذا تبسيط المساطر الإدارية وتحسينها والحفاظ على حقوق المغاربة المقيمين في الخارج